اشتركوا في القناة حتى ينتج النحل الأساسات بشكله العام كم يستهلك من العسل أو كم يحتاج النحل لإنتاج واحد كيلو من شمع النحل هناك إرقام قياسية يذكرها كثيرا من الإخوة النحالين ولكن اليوم في هذا الفيديو للأستاذ الرشدي زريقي من فلسطين حديث في صلب الموضوع يتحدث عن الكمية المناسبة لإنتاج واحد كيلو من شمع النحل كم تستهلك النحلة حتى تنتج ذلك تكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا إلى خمس كيلو ربما تصل إلى عشر كيلو أو اتناشر كيلو هذا يعتمد على عدة عوامل العامل الأول اللي هو المراعي في الخارج وتدفق الرحيق وحبوب اللقاح والأجواء والأهم من ذلك كله هو وجود النحل الحاضن اللي عمره عشر أيام فما فوق فأكثر النحل إنتاجا للشمع هي الفئة العمرية من 12 إلى خمانتاشر يوم يعني النحل الحاضن اللي عمره 12 يوم بيبدأ بتنشط عنده الغدد الشمعية ويبدأ بإفراز الشمع فكلما كان في عنا عدد أكبر من النحل الحاضن اللي في هذا العمر كلما كان البناء الشمعي أسرع وأسهل لكن هل يبني النحل الكبير في الشمع يعني لو جبنا مثلا خلية وكل النحل اللي فيها نحل سالح هل يبني شمع؟ يعني ما عنده القدرة إنه يبني شمع؟ لا في عنده القدرة إنه يبني شمع ولكن بتكون إنتاجيته للشمع قليل جدا وربما يحتاج إلى عشر أو 12 كيلو من العسل في هذا الحال حتى يعطيك كيلو من الشمع فلنسبة النحل الحاضن في الخلية اللي عمره من 12 إلى 18 يوم بتلعب دور كبير جدا بكمية العسل اللي بيستهلكها النحل حتى إنه ينتج كيلو جرام من الشمع وأمر آخر أخي الكريم والإخوان جميعا إنه في هناك تفاوت في السلالات في قدرة على إنتاج الشمع بعض السلالات قد تجدها بناءة بشكل سريع جدا للشمع وبعض السلالات يعني بطيئة جدا في إنتاج الشمع فالسلالي والحضنة أو في السلالي والنحل الحاضن آآ اللي بتلعب دور كبير جدا في كمية العسل اللي يحتاجها النحل في البناء الشمعي فلماذا يحتاج النحل لأسل البناء الشمعي لأنه الشمع يخرج من الغدد الشمعية والغدد الشمعية الموجودة في أسفل البطن عبارة عن ثمن غدد شمعية موجودة يعني أربع أزواج من الغدد الشمعية موجودة في بطن النحل في بطن النحل بين الحلقات الأخيرة في جسم النحلة أو في بطن النحلة فمن هنا تخرج كل غدد شمعية بتخرج رقيقة شمعية بمجرد بتكون شكلها شفاف زي الماء ولكن بمجرد ملامستها للهواء تتصلب هذه الرقائق الشمعية وينقلها النحل بأرجله بطريقة ما إلى الفم ثم يضيف عليها اللعاب ويضيف عليها ممكن أن يحجنها بعبوب لقاح أو ممكن بمواد أخرى ويرفع درجة حرارتها إلى درجة 42 أو 43 حتى تكون سهلة على النحل في عملية البناء فهذه العملية تحتاج لأنه بده يرفع درجة حرارة الشمع لـ 42 فيحتاج منه إلى أنه يوكل كمية من العسل حتى ترفع النحلة درجة حرارة جسمها واللي من خلال درجة حرارة جسمها تنتقل إلى الشمع تنتقل درجة حرارة إلى الشمع فهنا يحتاج إلى زيادة من الغذاء لأنه بده يبدل مجهود كبير حتى أنه يرفع درجة حرارة جسمه وبالتالي تنتقل هذه الحرارة إلى الشمع ويصبح قابل للتشكيل هذا هو سبب تغذية النحل على العسل بشكل أكبر قليلا لأنه بده هو مصروف بده يحرق طاقة حتى يرفع جسمه وإجمالا يعني هو العسل بالنسبة للنحل مثل البنزين بالنسبة للسيارة أي حركة أي نشاط بده يعملوا النحل لابد من أنه يوكل عسل حتى يقدر يكون بهذا النشاط لكن أخي الكريم والأخوان جميعا هنا ما بدنا إحنا نستهين في الكيلو الشمع اللي بفرزون ناحية الكيلو الشمع يعني كمية كبيرة جدا وتبني أساسات عدد كبير جدا لو جينا مثلا للبناء الحر فإذا أنتجت النحلة واحد جرام من الشمع هذا الواحد جرام يكفي إلى بناء عيون سداسية مساحتها 20 في 20 وهذه مساحة الـ 20 في 20 بتكون قادرة على أنها تحمل واحد كيلو جرام من العسل فشوف يعني جرام واحد بده يحمل كيلو فهنا إذا كلنا أنه الأساس الشمع ربما يحتاج إلى أربع جرامات خمس جرامات حتى لو كلنا عشر جرامات فالمئة جرام من الشمع بتبني عشر أساسات والكيلو في هذه الحالة يعني بدت تكون ممكن تبني تقريبا يعني 100 إطار من الأساسات وهذا يعني عدد لا يستهام به يعني مش كل يوم الواحد بيضيف أساسات ولا طول السنة بيضيف أساسات يا فترة محددة وتنتهي عملية إضافة الأساسات حتى لو أنه النحل يعني بده يبني بناء حر مش راح تزيد يعني طول مساحة البناء الشمع عن مساحة الأساس أو الكمية اللي ربما يستهلكها أو إذا احتاجها عفوا النحل في بناء إطار شمعي بناء حر برضو مش راح تكون أكثر من أربع إلى خمس جرامات يعني حتى لو وصلت إلى 7 أو 8 يعني مش راح تكون الفرقية يعني إذا كانت الأساس الشمعي يحتاج إلى نحط أرقام فرضية أنه يحتاج إلى 6 جرامات من الشمع فالبناء الحر ممكن أنه يحتاج مثلا 8 جرامات من الشمع اللي بنتجه النحل ولذلك يعني الرقم اللي أنت يعني قرأته أو اللي أنت سمعت فيه ورقم طبيعي جداً لأنه مش راح يبني يعني مهما أضفنا للخلية من الإطارات الشمعية مش راح يفرز كيلو شمع تحت كل الأحوال مش راح يفرز كيلو من الشمع ربما تحتاج إلى الخلية إلى 100 جرام أو 200 جرام لحتى الخلية اللي بدنا نضيف إليها كميات كبيرة من الأساسات ممكن تحتاج إلى 100 جرام أو 200 جرام 150 جرام وهكذا فبصير الاستهلاك من العسل أو من التغذية ممكننا نهوضه بالتغذية استهلاك مش كبير تحياتي لك وللجميع